كنوز السيرة بعض آداب الدعاء قوله فدعى بماء فتوضى ثم رفع يديه تدل على أمور منها أولا أن النبي كان يدعو لأصحابه صلى الله عليه وسلم خاصة إذا طلبوا ذلك منه ثانيا يدل على أن السنة إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى بدعاء أو غيره فإنه يتوضى ثالثا يدل على أن السنة في الدعاء رفع اليدين رابعا جواز طلب الدعاء من الغير هذه الطائفة الأولى طاردت المشركين إلى أوطاس والطائفة الثانية طاردت الذين سلكوا نخلة فأدركت من أدركت وقتلتهم ترجمة نانسي قليلة